والراجح والله أعلم أن من عليه قضاء ليس له أن يصوم الستة من شوال أن من عليه القضاء ليس له أن يصوم الستة من شوال لماذا؟ لأنها لم تشرع في حقه لم تشرع في حقه كيف لم تشرع في حقه؟ هذه الستة من شوال إنما شرعت بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كما عند مسلم في الصحيح إذن هذه الأيام الشرعت لمن؟ لمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال إذن من لم يصم رمضان إما أنه لم يصم رمضان كله للعذر أو صام بعضه وبقي عليه بعضه فإنه لا يقال إنه صام رمضان لا يدخل في هذا الحديث وإذا كان لا يدخل في هذا الحديث بأي شيء يشرع له صيام الست ما عندنا إلا هذا الحديث فنحن نقول هذا الذي ما أكمل صيام رمضان هل يدخل في نص الحديث؟ الجواب لا ما دام أنه لا يدخل في نص الحديث إذن لا يصوم الست من شوال فإذا أراد أن يصوم الست من شوال ماذا يفعل؟ يبدأ بالقضاء حتى يصدق عليه أنه صام رمضان ثم يصوم الست من شوال أما بقية النوافل كعرفة وعاشراء والإثنين والخميس فإنه يجوز له أن يتنفل بها إذ لا يوجد مانع من ذلك والجهة منفكة اشتغال ذمته بالقضاء شيء وتطوعه بالصوم شيء آخر ما دام أن التطوع لا يفوت الفرض نحن نقول إذا صام الاثنين اليوم هل يفوت هذا القضاء؟ الجواب لا يستطيع أن يقضي غدا يوم الثلاثة إذا صام يوم عرفة هل يفوت هذا القضاء؟ الجواب لا فما دام أن تطوعه لا يفوت الفرض فإن له أن يتطوع ولا يوجد ما يمنع من ذلك شرعانا